ولمناقشة موضوع التلوث النفطي والانبعاثات الغازية أثناء استخراج النفط وانتشار الأمراض في العديد من المحافظات العراقية معنا عبر إسكايب للحديث ومناقشة هذا الموضوع المتحدث باسم مرصد أفاد السيد أحسين دلي مرحبا بك معنا أهلا وسهلا شكرا لغا فيدينا وتحية الجبورة الكريمة حياكم الله سيد أحسين تسرب نفطي إضافة إلى احتراق الغاز المرافق لاستخراج النفط في العراق وتأثيرات كبيرة بدت في الفترة الأخيرة على سكان المناطق القريبة من المنشآت النفطية طبعا الحديث يتجاوز الخطورة التقارير كثيرة تحدثت عن خطورة ذلك على صحة السكان لكن هل ثمت ما يمكن فعله تجاه هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة الحقيقة هذا موضوع السرطانات وارتفاع الحالات في محافظة البصرة خصوصا في المحافظات الجنوبية النفطية كارثة حقيقية مسكوت عنها قصدا أو تواطئا من قبل الجهات الحكومية العراقية ووزارة النفط بعدها ثم طبعا الشركات النفطية المنتفعة من هذا السكوت ومن هذا التجاهل وهذا التغافل عن الواقع المأساوي الذي تعيشه مئات العائلات بل ربما بضعة آلاف من العائلات التي تعاني منذ سنوات طويلة نحن نتكلم عن تقارير دولية ومحلية منذ تقريبا خمسة عشر سنة تتحدث عن زيادات كبيرة في حالات السرطان التي تصيب الرجال والنساء وحتى الأطفال سرطان الثدي على رأسها بالنساء ثم سرطان القولون وحتى اللوكيميا التي تصيب الأطفال وكثير من هذه الحالات رصدت في السنوات الأخيرة طبعا التقارير الذي نشرته بي بي سي لا يختلف كثيرا عن التقارير الذي نشرناه في مرصد أفات قبل عام بالضبط ويؤكد نفس الوتيرة المضطردة لارتفاع عدد حالات السرطان بمعدل ستمية سبعمية ثمانمية شهريا رصد حالات جديدة تضاف للحالات القديمة التي ازدادت منذ إعطاء تراخيص للشركات النفطية في آخر عشرة سنوات على وجه الخصوص فكلما زاد تصدير النفط ازدادت حالات السرطان لأن المسبب الرئيسي للسرطان هو انبعاثات الهيدروكربونية المتولدة عن انبعاثات الغاز المتولدة عن تصدير وهنا يدور السؤال سيد حسين يدور السؤال عن عدم التزام الشركات النفطية بتعهداتها للتخلص من الغازات السامة ليس هناك رقابة حكومية ليس هناك من يمكن ان يقف من اجل الزام هذه الشركات بتعهداتها فعليا هذا الامر هو الذي يحصل ونحن نعتقد ان الامر ليست فقط عدم الزام وانما تواطف من الجهات الحكومية ووزارة النفط والوزراء النفط سواء الحالي او الوزراء السابقين الثلاثة الذين امروا طلال العشر سنوات المنصر نعتقد ان الامر اصبح مفضوح ليس فقط في عدم الزام الشركات بتقليل الانبعاثات او بيجاد حلول فعلية بل الامر يتعدى الى كثير من المسال اولا ينبغي على الحكومة العراقية ان تجد حل لسكان المناطق القريبة الحلول من الحقول النفطية في تصورنا انه ينبغي على الحكومة العراقية تعويض هؤلاء ابعاد المناطق السكنية الحضرية عن الحقول النفطية الدور الاساسي الان علاجي ووقائي الوقائي هو وقف هذه الانبعاثات او تقليلها بشكل يجبر الحكومات الشركات النفطية على ايجاد وسيلة اخرى لعدم السيطرة على الانبعاثات الهيدرو كربونية النقطة الثانية هي موضوع علاجي نحن نتكلم عن الاف حالات السرطان ينبغي ايجاد مستشفى خاص بمواجهة السرطانات الناتجة عن الحقول النفطية ينبغي ان يكون هناك مستشفى خاص في محافظة البصر خصوصا باعتبار ان 70% تقريبا من هذه الحالات مكتشفة في محافظة البصر خصوصا وينبغي ان تصرف لهم ادوية مناسبة تستخدم من دول العالمية متخصصة في موضوع معالجة هذه السرطان فنحن نتكلم عن جانب وقائي وجانب علاجي لمعالجة هذه المأساة الانسانية لكن لا هذا موجود ولا ذاك استاذ حسين وهذا يطرح سؤالا حول التواطع الذي تفضلت به عندما تقول كلمة تواطع قد يعتقد المستمع او المشاهد ان في ذلك مبالغة لكن عدم حل المشكلة اساسا ثم عدم حل المشكلة الناجمة عن هذه المشكلة ببناء مستشفيات او توفير علاجات للمصابين بالسرطان على سبيل المثال هناك كما تفضلت ارتفاع في نسب السرطان في البصرة وهذه المدينة اصلا لا يوجد فيها بنية تحتية او اهتمام من الحكومة يعني هذه المدينة ضحية نفطها انجاز التعبير يعني محاوضة البصرة على وجه القصوص دعاني منذ تقريبا 40 سنة منذ الحرب العراقية الايرانية وهي تشهد مآسي واحدة تلو الأخرى على مستوى الوفيات على مستوى الناس الذين ذهبوا ضحايا الحارب على مستوى انبعاثات النفطي باعتبارها ان النسبة الاكبر من تصدير النفط العراقي يتم من خلال هذه المحافظة خصوصا حقول الرميلة ومجنون هذه الاشكالية طبعا هي من ايام نظام السابق لكن في ايام نظام السابق لم تكن هناك الامكانات المتوفرة اليوم لهذه الحكومات في اخر عشر سنوات على وجه الخصوص عندما نقول تواطئ فنحن نتكلم عن هناك تقارير دولية وصلت الى ايدي الحكومة العراقية وهناك معالجات في بعض دول العالم لموضوع الانبعاثات الهيدروكربونية المتولدة عن الانبعاثات الغازية والنفطية هناك بعض الخطوات الناجعة في بعض الدول الحكومة العراقية لم تقف في اثار تلك الخطوات والمعالجات الناجحة هناك خطوات ناجحة أيضا في مسألة معالجة السرطانات الحكومة العراقية لم تفعل ذلك هناك عمليات التقارير اسمعني سيد حسين لضيق الوقت بالتوازي مع ما تفضلت به ما الذي يمنع الحكومة من الاستفادة من هذه الغازات المنبعثة وتحويل هذا الضرر المضاعف الى قيمة مضافة بتشغيل المولدات الكهربائية يعني هو الحقيقة الحكومة التي فشلت منذ عشرين عاما بحل مشكلة الكهرباء ورغم صرف تقريبا 600 مليون دولار على منف النفط هي نفسها العاجزة عن حل إشكالية معالجة السرطانات أو الوقاية من زيادة هذه الحالات في موضوع الانبعاثات الهيدروكربونية كما قلت الحكومة فشلت في إيجاد مستشفى رغم كثير من المناشدات على مستوى الشعبي والحكومي وعلى مستوى الدولي وعلى مستوى التقارير المنظمات المهتمة بهذا الملف وقضية التلوث البيئي في محافظة البصرة يعني أحدى الملفات المهمة حتى محافظة البصرة أسعد العداني ليس له دور حقيقي في مواجهة الحكومة وإيجاد دور حقيقي في موضوع وقف هذه الحالات نحن نتكلم عن آلاف المرضى رجال نساء أطفال صراطانات كبيرة هناك وفيات بالمئات هناك عواق هناك إشكالات حقيقية وبالتالي عندما يتكلم أحد عن تجاهل وتواطم الجاتل الحكومية العراقية فليست هناك مبالغة في هذا الموضوع بل ينبغي أن تلتفت الحكومة وعسى أن يكون هذا التقرير الجديد يعني خطوة نحو إيقاب صحوة الضمير لمن بقي لديه ضمير اتجاه هؤلاء المساكين الذين يعانون وينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوة حقيقية نحن نتكلم عن 87 مليار دولار خزين نقدي بحسب آخر رقم صدر يوم أمس من الحكومة العراقية فليست هناك ما يعجز الحكومة العراقية عن أن تصرف من هذه الأموال خصوصا أنها جاءت من تطبيق نقص وبالتالي من يتضرر من هذه المسألة إن بغي أن ينقال العلاج الحقيقي أشكرك جزيلا الأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد كنت معنا عبر سكايب من الدوع